انحصار جديد لتنظيم داعش عن المناطق التي يسيطر عليها في سوريا فمع احتدام المعارك ضده شمال البلاد أكدت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون فرار أعداد كبيرة من موظفي الدعم اللوجستي لداعش من الرقة إلى الجنوب من نهر الفرات البنتاجون اعتبر أن عملية الانسحاب مؤشر على يقين التنظيم بخسارة المعركة المرتقبة في سوريا وربط التحالف قرار داعش نقل موظفيه إلى الجنوب بالحملة الجديدة التي أطلقها التحالف في وقت سابق من الشهر الجاري والتي تهدف إلى عزل وتطويق الرقة وقطع الطريق إلى معاقل التنظيم في محافظة دير الزور على امتداد نهر الفرات هذا فيما تشن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف هجمات جديدة ضد التنظيم كان آخرها اشتباكات أدت إلى السيطرة على جسر شنينة في تقدم جديد نحو مدينة الرقة حسام جبالي العربية ترجمة نانسي قنقر